نظام انتهى ولم يبق منه إلا بقايا أطلال آيلة للسقوط هذه الحالة التي وصلت إليها العملية السياسية في العراق بعد عقدين من الزمان قضتها فسادا وصراعا باعتراف مسؤولين كبار خاضوا غمار تجربتها من بينهم برهم صالح الذي هاجم العملية السياسية في تقرير له موردا قائمة بما وصفها بالعوامل السلبية السيئة التي قادت إلى الوضع الحالي في العراق حيث اعترف بسيطرة الفساد على مقدرات الدولة وفشل النخبة السياسية بتحقيق آمال الشعب العراقي والوعود التي أطلقت عقب الاحتلال وتأسيس النظام الجديد الذي هو جزء منه النظرة غير المعتادة التي كتبها صالح من خلال مقاله عن الأوضاع في العراق والتحديات التي تواجه البلاد تركت أثرها على مضامين الإعلام الأجنبي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص باعتبارها نظرة إلى داخل أروقة السياسة العراقية تبين بشكل واضح حجم الخراب في بنية العملية السياسية يؤكد صالح أن هذا النظام قد ولد من حالة الخوف والدعر الناتجة عن خوف الشيعة من عودة ما سماه بالأقلية للهيمنة على حكم العراق وهو خوف شاطرهم فيه الأكراد الذين انتابتهم حالة من الخوف والدعر أيضا مما سماه بالاستبداد السياسي من المركز بينما كان العرب السنة غائبين بل مغيبين بالكامل هذه المخاوف التي سيطرت على الشيعة والأكراد ونظام الحكم الضعيف نتج عنه ظهور دولة مقيدة وهزيلة هيكليا تهيمن عليها أطراف غير حكومية في إشارة واضحة إلى الميليشيات الموالية لإيران القضية لم تعد فساد نظام سياسي فحسب وإنما انهيار للدولة بشكل كامل حسب ما لخصه مقال برهم صالح والذي يدفع الثمن حاليا هو الشعب العراقي كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق لها عن تداعيات العملية السياسية على الدولة العراقية